زعم أنت لما تروح تزور في شهادة مدرسية ولا كذا وتحطها في الملف في اعتقادك ما مش راح يفيقه بك الآن كل إمكانات كي ما قلت تطرق منا وكل مسجل بيانات كلها مسجلة أي وثيقة تزورها حط في راسك باللي راحين يكشفوك إذا ما كشفوكش النهار اللي ودعتها بعد مدنة راح يكشفوك يأتي يوم وتكشف يأتي يوم وبالتالي أنا في وقت يعني وقت العصرنا ووقت كذا والوسائل طورت وإجهزة الأمنية طورت وعندها خبرة في المجال هذا حذاري من هذا الإفعال لأن العواقب بتاعها العواقب بتاعها جيد خطيرة مسألة وحدة أخرى نزيد نبه لها حذاري أيضا من انتحال سفت الغير في تحرير بعض الشهادات والوثائق في برام عقود واحد يروح يدي رخص يقل بيطاق تاري في ناح الصورة ويحط الصورة تاكتا ويروح يبعثها الموثق الموثق ما يتأكدش ما يتأكدش باللي صاحب الهوية ما هوش مثلا تعصورة ولا كذا ويوقع فيه أخطاء في هذا إذن حذاري من هذا الإفعال سواء بالنسبة للمواطن ولا سواء بالنسبة للموثقين خاصة خالون زملاء الموثقين اللي نحطر مهم كثير لازم يبذلوا الحيطة والحذر في تفحص الوثائق أنت على الأشخاص اللي يجي ويديروا عندكم العقود لأنه أي خطأ وانتم تعلموها خير مني أي خطأ أنت زميل الموثق أنت الذي تدفع الثمن أكثر من المواطن لأنك أنت لمسؤول على تحرير ذلك العقد و dass